لا حاجة لأدلة لتخبر عن احتلال روسيا لسوريا فليس هناك دليل أكبر من شخص يدعى زوراً رئيساً لسوريا يطلب جهراً من موسكو استكمال احتلال البلاد هذا الكلام قاله بشار أسد لوكالة الإعلام الروسية حيث حث موسكو على زيادة قواعدها العسكرية في سوريا وبشكل دائم ما يؤكد أنه احتلال عسكري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى إذا كان هناك رغبة روسية في توسيع القواعد أو زيادة عددها وهذا موضوع فني أو لوجستي إذا كان هناك رغبة فهي ضمن هذا الإطار ونعتقد بأن توسيع الوجود الروسي في سوريا هو شيء جيد بشار أسد فتح أبواب سوريا لروسيا لتدخل من أي باب تشاء لكن ما الذي دفعه لتقديم كل هذا لبوتين تجيب عن هذا التساؤل الوقائع على الأرض حيث تم استدعاء بشار إلى موسكو قبيل عقد اجتماع رباعي على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران ونظام أسد الذي يحاول بشار تملص منه بينما تضغط موسكو لإتمامه يرى محللون أن بشار يحاول بكل قوة الهروب من المأزق الذي يجره إليه بوتين من خلال عقد لقاء مع أردوغان وهو أمر ترفضه إيران بشدة وحاضنة أسد الموالية ليكون بشار بين فكي كماشة ولا قوة له إلا في وضع شروط لا تتعدى أن تكون مجرد كلام شكلي بعيد كل البعد عن التطبيق أما بالنسبة للقاء مع الرئيس أردوغان فهذا يرتبط بالوصول إلى مرحلة تكون تركيا فيها جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهاب وأعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا لا يتوانى بشار أسد عن فعل أي شيء والتاريخ يشهد مقابل كرسيه قتل السوريين وقصفهم وشرد الملايين منهم ثم باع بلادهم لمحتلين إيران روسيا وحتى اليوم ما زال يتوه بين الرغبات الإيرانية والقرارات الروسية